فصيل ينضم إلينا من رمالة دكتور خليل أبو كرش الباحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية دكتور خليل أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية تبعنا منذ صباح هذه المجازر التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وهي تضاف إلى سلسلة المجازر التي يقوم بها بشكل متواصل ولكن اليوم استهداف المدارس والأماكن التي تؤوي النازحين كيف من الممكن فعلا الضغط على حكومة الاحتلال بوقف هذه المجازر وإلى أي مدى ترى توقيت هذه المجازر هل له أي دلالة؟ مساء الخير لك ولكل المستمعين والمتابعين يعني الأولا الضغط على حكومة الاحتلال يجب أن يأتي أيضا من العالم ليس فقط من الفلسطينيين بمعنى أن هذا العالم الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان يرفع شعارات الديمقراطية يرفع شعارات حق الشعوب في تقرير المصير هو يشاهد ويرى بشكل مباشر وعلى الهواء مباشرة هذا التدمير وهذا القتل الممنهج للفلسطينيين المدنيين ماذا يعني ذلك؟ عندما كان نيتنياهو في الكونغرس ألقى خطاب كان واضحا أنه سيستمر في الضغط العسكري بالأمس كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في زيارة إلى مدينة خانونس وهناك أكد بشكل واضح أن الضغط العسكري سيستمر وأنه سيلاحق ويفكي كل الكتائب أو الخلايا المسلحة لحركة حماس ما يجري اليوم هو ترجم لما قاله نيتنياهو في الكونغرس وما قاله رئيس هيئة الأركان من غزة المعنى من ذلك أن استمرار القاتل واستمرار النزوح واستمرار عملية تدوير النزوح بمعنى أن النازحين هؤلاء لربما هم هذه المرة الخامسة السالسة التي ينزح فيها مجمل ذلك يمكن أن يقودنا إلى القول أن هناك قرارا إسرائيليا مستمرا بمزيد من الضغط العسكري وبمزيد من العمل والعنف بقطاع غزة السبب في ذلك أن إسرائيل تبحث عن ما تسميه النصر المطلق هذا النصر المطلق الذي لا يمكن قياسه بشكل واضح وهذا النصر المطلق سيقود إلى تحويل قطاع غزة إلى جغرافيا غير قابل للحياة لسنوات قادمة وبالتالي تحقيق الهدف الحقيقي من هذه الحركة وهو التحجير وطرد الفلسطينيين وإخراج قطاع غزة من جغرافيا الصراع الفلسطيني لإسرائيل دكتور خليل إلى أي مدى اليوم بات يستهدف جيش الاحتلال المواطنين هو يستهدف المواطنين منذ بداية هذه الحرب ولكن لم يعد هناك بنية تحتية ليقوم بتدميرها فهو قام بتدمير قطاع غزة تقريبا وجعل أجزاء كبيرة منه غير قابلة للحياة استهداف المدنيين والإصرار على القتل ما دلالته بالنسبة لنتنياهو في هذا التوقيت الذي يطالب فيه الداخل الإسرائيلي باستقالة حكومته يعني هناك وصف لما يجري قدمه نيتنياهو وقال أن هذه الحرب هي حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام وأن هذه الحرب هي حرب على البرابرة وعلى الأحزار أو الجهات التي لا تؤمن بالحضارة وليس جزءا من الحضارة الحديث هذا من جانب من جانب آخر استهداف مراكز الإيواة واستهداف المراكز الطبية ويعمق بشكل كبير المأساة الفلسطينية هذا أولا ثانيا نلاحظ أن هناك قرار أن تفقد في الكنيسة حول اعتبار وكالة أغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اعتبارها من منظمة إرهابية وبالتالي استهداف مراكز الإيواة التابعة لهذه الوكالة وتنفيذ لهذا القرار بشكل سريع ومحاولة لشطب قضية اللاجئين كما تعرفي 70% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين وعندما يتم استهداف الأونورو ويتم استهداف مراكز الإيواة عمليا يمكن القول أن ذلك يقود إلى محاولة شطب قضية اللاجئين وإزاحتها عن الصراع وإزاحتها عن النقاش المستقبلي التي كانت هي إحدى القضايا البركزية الخمسة في إمكانية الوصول إلى سلام مستدام وسلام عادل في هذه المنطقة هذا هو الترجم الحقيقي للفعل الإسرائيلي وأيضا هناك من يدعي في إسرائيل أن مزيد من الضغط العسكري سيقود إلى الوصول إلى صفقة بشروط أفضل ولربما تحصل إسرائيل على أكثر ما تريده إذا مارست مزيد من الضغط العسكري هذا ما يقوله نيتانياهو وهذا ما يقوله أقطاب الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لا يؤمن بإمكانية الذهاب إلى صفقة لا يريده صفقة وإنما يريده مزيد من القتل ومزيد من الدم ومزيد من الاستهداف للمدنيين، للكبار، للصغار، للشيوف، للأطفال هذه الأرقام التي تأتي من قطاع غزة أرقام الضحايا هناك الجلهم من الأطفال، جلهم من المدنيين هذا يعني أن إسرائيل لا تلتزم بإخلاقيات الحق ولا تلتزم بقوانين الحق ولا تلتزم بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة نعم، دكتور خليل توقيت المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال وتكثيفه للعمليات العسكرية يوم السبت، اليوم الذي يتم فيه دعوة من قبل الداخل الإسرائيلي للتظاهر ضد حكومة نتنياهو هل هذه المجازر تؤتي يعني أكلها بالنسبة لنتنياهو وأهدافه فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي أم أنها هي لمزيد من الضغط؟ عندما نلاحظ أيضا هذه المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ويركز فيها أيضا عند اقتراب أي مفاوضات إلى أي مدى ترتبط هذه المجازر سواء كان بالمظاهرات في الداخل الإسرائيلي أو حتى اقتراب أو وجود أي مفاوضات تفضي إلى وقف لإطلاق النار يعني نلاحظ أن التظاهر في إسرائيل أو المتظاهرين في إسرائيل هناك نوعين من المتظاهرين هناك المتظاهرين الذين يعتقدوا أن هذه الحرب يجب أن تستمر ولكن يجب أن يكون هناك صفقة تؤدي إلى عودة المخطفين والرهان وبالتالي العودة إلى الحرب والقتال مرة أخرى وهناك المتظاهرين الذين يعتقدون أن هذه الحرب أساءت إلى إسرائيل أكثر بكثير مما جلبت النفع وبالتالي يجب وقف هذه الحرب بشكل نهائي والعمل على ترميم صورة إسرائيل على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي توقيت هذه المجازر فيما يتعلق بالصفقة أنا بالتقاب بهذا السلوك الإسرائيلي قويل بمعنى أن هذا السلوك معتاب تمارس إسرائيل هذه العمليات وهذه المجازر كلما اقتربنا من إمكانية الذهاب إلى صفقة وكلما كان هناك فرصة للوسطاء لأضغط أكثر لنحف الذهاب إلى صفقة هذه صفقة تفضي إلى وقف الحرب وبالتالي تريد إسرائيل أن توصل رسالي إلى الجميع أن هذه المفاوضات تدور في حلقة مفرغة هذه المفاوضات لن يخرج منها صفقة ستستمر إسرائيل في العمل العسكري تستمر إسرائيل في ارتكاب المجازر وبالتالي هي تريد من كل ذلك تثبيت مزيد من الحقائق والوقائع على الأرض وتريد أن ترمم الردع من خلال مزيد من الدم الفلسطين نعم دكتور خليل البيان الذي صدر عن الرئاسة الفلسطينية حمل المسؤولية لما يقوم به جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال الإسرائيلي للإدارة الأمريكية بدعمها المتواصل لإسرائيل اليوم إلى أي مدى فعلا يعني الإدارة الأمريكية لربما تكون مسؤولة عن هذه المجازر بحسب بيان الرئاسة الفلسطينية خاصة بعد زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة يعني أولا هناك مسؤولية مباشرة للولايات المتحدة السبب في ذلك أن القنابل التي تلقى على قطاع غزة هي صناعة أمريكية ومنذ السابع من أكتوبر أنشأت الولايات المتحدة جسرا جويا زودت من خلاله إسرائيل بكل أنواع وسائل القتال وبكل أنواع القنابل التي تلقى على قطاع غزة ثانيا مسؤولية الولايات المتحدة أنها تعرقل بشكل مركزي وبشكل حقيقي اتخاذ مجلس الأمن لقرار يمكن من خلاله الذهاب نحو وقف هذه الحر بمعنى أنها دائما ما تستخدم الفيتو في هذا المجلس وبالتالي تعطل المجلس وتعطل الإمكانيات أن يقوم هذا المجلس بدوره ثالثا وهذا ربما في غاية الأهمية أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك من الأدوات ما يمكنها من الضغط على إسرائيل لتوقف هذه الحرب فورا ولكن لغاية الآن هناك شراكة في هذه الحرب من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ولا تضغط الولايات المتحدة بشكل حقيقي على إسرائيل لوقف هذه الحرب هي تطالب بالذهاب إلى صفقة هذه الصفقة تسمح لإسرائيل من خلالها بالعودة إلى القتال وبالعودة إلى الحرب بمعنى أن لا يوجد لغاية الآن قرارا أمريكيا حقيقيا بوقف هذه الحرب القرار هو الذهاب لحوة صفقة ومن ثم العودة إلى القتال وبالمجمل العام يبدو أن حجم الشراكة والعلاقة الأمريكية الإسرائيلية العميقة المتشعبة المتشابكة في عدة مستويات وعدة مجالات تسمح للإسرائيليين باستغلال هذا التعاطق والتعاون الأمريكي لمزيد من العدوان لمزيد من القتل لمزيد من تدمير كل أشكال أو وجه الحياة في قطاع غز نعم أشكرك كل شكر الدكتور خليل أبو كراش الباحث بالمركز الفلسطيني للدرسات الاستراتيجية على كل هذه التفاصيل